سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم هل يجب على المغرب منع الطيران وفرض الإغلاق بسبب جذري القرادة؟ أكد الباحث في السياسات والنظم الصحية الدكتور طيب حمدي يوم ثلاثة أن الحالات الثلاث المشتبة في إصابتها بمرض جذري القرادة التي تبرصدها بالمملكة لا تدعو للقلق وأوضح دكتور حمدي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه فيما يتعلق بمرض جذري القرادة فإن هناك ثلاث مستويات أولها يهم الحالات المشتبة فيها وثانيها بالحالات المحتملة في حين أن المستوى الثالث يتعلق بالحالات المؤكدة مشددا على أن الحالات المشتبة فيها لا تطرح أي إشكاليات سواء بالنسبة للمغرب أو في العالم وسجل الباحث بأن جذري القرادة هو مرض معروف منذ أزيد من 70 سنة وتتوفر حوله معطيات كثيرة عن كيفية انتقاله موضحا أنه ينتقل فقط في حال الاحتكاك القوي بين الأشخاص وتبادل ثياب واستخدام نفس الأغطية والأكل في مكان مشترك وشدد على التأكيد على أن ظهور حالات مشتبة بها في المملكة لا يستدعي فرض قيود والتراجع عن إجراءة التخفيف ومنع الطيران والصفر لكنه بالمقابل دعا إلى توخي الحيطة والحضرة على الرغم من المعطيات الكثيرة المتوفرة بشأن هذا المرض وفي هذا الصدد لفت الدكتور حمضي إلى أن التساؤل الذي يحير العلماء بشأن هذا المرض يتمثل في سبب ارتفاع عدد حالة الإصابة اليوم بعد أن كانت تلك الحالات محدودة في إفريقيا ولا تنتقل من القارة إلا نادرا عبر الصفر وفيما يتعلق بأعراض مرض جذري القرادة أوضح السيد حمضي أنها تتمثل في الحمى وآلام في الرأس والمفاصل والعضلات والشعور بالإرهاق مضيفا أن بعد مرور ثلاثة أيام تظهر حويصلات وقروح جلدية فضلا عن تسجيل انتفاخ في الغدد اللامفاوية وأبرزة أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعثت بمذكرة للأطباء بشأن هذه الأعراض المذكورة مشددا على ضرورة العمل على اتباع كل خطوات المقررة وخلص السيد حمضي إلى التأكيد على الالتزام باتخاذ الاحتياطات الضرورية العادية مثل غسل اليدين والتباعد وعدم مشاركة الأغراض الشخصية مع باقي الأشخاص وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد أعلنت أمس الاثنين عن رأس ثلاث حالات يشتبه في إصابتها بمرض جدل القردة دون تسجيل أي حالة مؤكدة